موسيقى أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين ونلتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم شاهد وشواهد ونحن نكمل مشوارنا الذي بدأناه قبل حلقة من هذه مع الأستاذ المحامي سليمان الجبوري وحديث عن المحكمة الخاصة التي شكلت بعد الاحتلال عام 2003 وتولي حضرت الدفاع عن عدد من مسؤولي نظام السابق الذين كانوا قد اتهموا ونلقي القبض عليهم من قبل الاحتلال الأمريكي وتمت محاكمتهم في هذه المحكمة وصولا إلى الحديث عن غايتنا في هذه الحلقات والحديث عن الفريق أول الركن سلطان هاشم أحمد وزير الدفاع العراقي قبل عام 2003 وكيف تعرضي للظلم 17 سنة لغاية وفاته في 19 سبعة 2020 في سجن الحوت في الناصرية دعوني أولا أن أرحب بضيفي أضيفكم الأستاذ سليمان الجبوري أهلا مرحبا بك أستاذ سليمان مرة أخرى في حلقة جديدة برنامجكم شاهد وشواهد حياكم الله أستاذ سليمان كنا في الحلقة السابقة قد توقفنا وأنا أسألك كنت تحدثني عن وصولكم إلى وأنت تذهب إلى المحكمة لتمارس عملك كمحامي هذه المحكمة الخاصة في داخل المنطقة الخضراء كنت تحدثني وصولكم إلى فندق الرشيد وأهل العراق يعرفون أين مكان فندق الرشيد والآن ضمن المنطقة الخضراء ما تسمى بالمنطقة الخضراء هذه لكن قبل هذا أنت من الموصل وأنت تأتي من الموصل إلى بغداد أنت لا تعيش في بغداد لا تعيش قريبا لا تعيش حتى في هذه المنطقة الخضراء فبالتالي أنت تواجه مصاعب كثيرة في عام 2006 حضرتك دخلت إلى هذه المحكمة كان العراق فوضى عارمة الطرق أغلبها خطرة كلها خطرة كل الطرق خطرة وصولك إلى بغداد كان مخاطرة كبيرة فضلا عن أن دخولك إلى هذه المحكمة كان مخاطرة كبيرة وتحدثنا عن هذا الموضوع لكن حدثني عن طبيعة انتقالك من الموصل إلى بغداد والمحاكمات تجري ويجب أن تكونوا ويبلغونكم بموعد المحاكمة كيف كنت تصل إلى بغداد في هذه الظروف في الوقت الذي كان كثير من أهل بغداد لا يستطيعون التنقل بين الرصافة والكرخ الحقيقة وبعض مناطق العاصمة بغداد صعبة عليهم التنقل فيها وكانت خطرة الميليشيات في الشوارع عصابات وحضرتك أكيد مستهدف والمحكمة كانت باتجاه آخر يراد لها نعم طبعا هناك مكتب الارتباط بالسفارة الأمريكية يشرف على المحكمة وهناك مترجمين من أصل عراقي وجنسية أمريكية ويتحدثون اللغة العربية نعم يكون بيننا وينهم اتصال لتحديد مواعيد عبر الهاتف نعم وأحيانا عبر البريد الكتروني عندما نزور المعتقلين في كامبوكرو أبرل لكن قبل 24 ساعة يجب أن أبلغ الجانب الأمريكي من خلال مكتب الارتباط عبر المترجم بمجيئي أو نيتي ورغبتي بالالتحاق بالمحكمة نعم فأنا أطلع يعني من الصباح بعد الاتفاق حتى يكونون ينتظروني يعني بالبوابات ونلتقي أيضا بزملاء نجتمع معهم قبل الدخول في منطقة كرالة مريم كنت أسلك طريق موصل تكريت بغداد نعم استمرت مدة من الزمن إلى أن إذا تذكر حضرتك ويذكر المشاهدين الكرام أنه في بوابة بغداد نعم بالتاجي نعم كان هناك يعني سيطرة فيها على ما أذكر وشاهدت أيضا يعني بأمعيني أنه سيارات لاند جروز مع الشرطة خضراء اللون أخبر يعني سيارتين من الجهة اليمنى باتجاه بغداد وسيارتين بالخروج من بغداد باتجاه المحافظات نعم كانوا يستوقفون يعني يصل الحد أنه أنت من موصل أو من صلاح الدين يأخذون على الهوية خمسة ألف دينار لمقابل إطلاق صراحنا وإخراحنا شرطة ميليشيات شرطة يأخروك يعني أنا كنت أرك التاكسي نعم وسافر بالتاكسي طبعا من أطلع من الموصل ساعة سبعة صبح ساعة سابعة ليلا ثامنا يعني أحيانا ينتظروني أو أطلب منهم أن ينتظروني من كلام المترجم نعم وقمنا علاقات طيبة مع المترجم لأنه عراقي الرجل و يعني كان في طريقي شفت أهوال ومصائب شفت أنا حكي ما هي المصاعب هذه اللي تشاهد هذا الطريق الأول اللي سلقته توقع هو حشي لك بالطريق الأول يعني اللي شفته نعم أحيانا الأمريكان يختارون الطريق لعمليات تجرى ضدهم طائرات تنزل تشير جرحة وقتلة فيختارون الطريق لساعة وساعتين وثلاثة وأربعة أحيانا يمثلون فيلم والأمريكان شاهدهم كاميرات ويمثلون أفلام يعني حربية فيختارون الطريق يمثلون أفلام يمثلون أفلام نعم هذه غريبة الأول مرة أسمع نعم يدخلون روبوت جديد روبوت و حقول مكان ألغام مزرع لغم الألغمين ثلاثة يزرعوها يعني عمليات تدريب ولا ماذا عمليات تدريب وعمليات تصوير هو روى الكثير من الأفلام هو روى الأمريكان الكثير من الأفلام في أفلام روائية يعني تعرض بالسينما أو عن تجربة القوات الأمريكية طبعا يعني لا أفكسرا أن المقاومة العراقية يعني أدخنت فيهم الجراح وأبنت أبنت بلاء حسنا يعني أنا كنت أشاهد الطريق من الموصل إلى بغداد بين متر ومتر بين مترين وثلاثة متار مكان عبو ومكان انفجار يعني إلى بغداد أحيانا نسلك طرق نيسمية نعم بين القرى والأرياف حقيقة يعني ما يسجل لأهالي الطارمية والمشاهدة وهالي الأماكن وصلاح الدين وبيجي من نساء متشحات بالسواد يعني الرجال العراقيين الأبطال منهم من استشهد منهم من اعتقل منهم من غيب يعني هذه سألت عن هذه الظاهرة نساء يعني غالبية النساء السواد متشحات بالسواد ملابس يعني عرفنا أحيانا نتأخر أن نام في هذه البيوت وهذه القرى إذا قد عود طريق ويكم هم يجون علينا عشر العام يأخذونا يعني ما كان كمحامي لأن الناس يعني جايين من التكريت أو من كعراقي كعراقي ومن أباطف ويافة نعم نعم بعد ما بالتاجي صارت الطائفية قاموا يأخذون ما يختنعون بالخمس تلاب دينار وبالهوية قاموا يأخذون القتل على الهوية نفسهم الشرطة الشرطة يسلمون هذه مؤكدة وقتلوا كثير سواك من أهل الموصل يسلمون من الشرطة يسلموهم الجماعة الجيش المهدي الميليسيا هذه يذكروها العراقيين أنا في وقت أبلغت الجانب الأمريكي من خلال المترجم لأن آخر مرة كنت أحمل معي ملف الأنفال نعم 32 دوسية يعني عشرة آلاف صفحة بحقيبتين فبعد ما عبرت السيطرة أحدهم أشارنا بالانطلاق والمرور والآخر قال قفوا فقلت السايق لا تقفوا ولاحقونا والسايق هذا إلى أن الله خلصنا منهم يعني كان ذلك الوقت لو لاجمين كان نحن لاقي حتفنا ولو العمار بغي الله هذا طريق فقررت غير طريقي أطلع موصل غوير على كاركوك على هبهب الخالص الحسينية وأجي إلى بغدال هذا الطريق يسلكو الأخوان الكورد أهل كاركوك وأهل أربيل يعني أحيانا من الموصل مؤمن هذا الطريق بسبب وجود الإكراد نعم نعم بعدين هذا الطريق أيضا دخلوا به القاعدة ودخلوا به مسلحين وأيضا مطبات أيضا يعني الصدفة تلعب الدور نحن عبرنا يمكن مئة متر واستوقفوا مفرزة من المسلحين استوقفوا سيارة البعدنا اللي كانت يعني تمشي تعقبنا واستمرنا وبلغنا سيطر وسيطر وكلش ما يقدرون يعملون بالعودة أيضا تذهبين لفلوجة أبو غير فلوجة بهذا الطريق كانوا يستوقفون يسمونه الحجي يستوقفونه وهويته كنت من يا مكون يا عشيرة وتفاصيل دقيقة عندهم معلومات يعني الذي يكون من مكون آخر أو من طائف أخرى يعني هذا أخرى عليه السلام حقيقة بكل صراحة هكذا صارت الأمور يعني ما كنا نعرف الاحتلال جاء من الدم إقراطية هذه الدم إقراطية اللي جاء من الأمريكان أذكر أثناء عودتنا بعد ما انتهت إحدى الجلسات المحاكمة أخذ التكسي قلت له اشترطوا على السائق أن يعيدنا من طريق أبو غريب باتجاه السدة ورجوعا فركب معايا أشخاص إحنا أربعة واتجاهنا السائق أظل طريقه باتجاه 160 عبر المفرق هذا اللي يودينا على السدة بعدين داركنا الوضع رجعنا فإحنا اتفقنا مع الأشخاص اللي معانا أنه إحنا رح نسلك هذا الطريق لأن ما نستطيع أن نسلك طريق آخر لأنه هو الوضع الطائفية فينا بالمفرق لندخل السدة استوقفتنا نسألنا قلنا بطريقة اللي يطلع على سا مرة قالوا قفوا هنا أطبق فكانوا شخص يسمونه الحجي ومعاه أربع أشخاص في وقته كان يبحثون على السيجاير وعن الكاسيتات أخذوا الشغل والمسجل وكذا وكذا قالوا يتفضلوا أنا داركت الموقف نزلت بسرعة قلت له السلام عليكم قال لكم ما سكتم يدو مشيت معا قلت له أنا محامي بإفلا مكان كذا قال لي زين وش سويت أنتو يعني ردت يسوي بها الكلام هذا قلت له هذا اللي قدر نسوي استشعروا لدينا محامين وكذا وكذا فسأل كثير أسئلة واستجوب أنتو بأي كذا تفاصيل زين إلى أن تيقن قال لا تأخذ هويات الجماعة نزلوا يعني على السلوية فقال أطلعوا الكوة السيارة أنتم قدوا هوياتكم قال إحنا راح نأمن لكم الطريق وانتم تسيرون على بركة الله روحوا باتجاهكم هذا الطريق وإذا أي شيء تحتاجون تصلوا بنا يعني ربعنا يتصلون يعني ربعهم يتصلون بيمنه وكذا وقال سرح نخبر ربعنا هذا الطريق الطائف المكون اللي على السدة إلى أن وصلنا مطعم زيتون في يمكن بيجي نزل شخص وجهه أصفر معنا راكب قال لي شبكني وبوسني يعني عانقني قال لي أنقذت حياتي قالوا خير قال لي أنا جنقب الحرس الوطني وداوم بذات الخارجية أنا من أهل شرقات قيارة هاي القرى هاي عشرين ألف عشرين مليون عندي ما الرواتب مادري كم شهر ما نازل الأهله قال لي هاي قدامك أنقذت حياتي مقابل هذا الموقف اللي وقفته أنت الآن بموقع مع المحتل وتشتغل وأدات من أدوات المحتل إذا وقفت هاي شي موقف مع أبناء شعبك يجب أن تقف نفس موقفه مع أبناء شعبك روح الله معك نعم هذا على ما يعني يا والله وأنطلت حياته بالعودة الآن إلى يعني توصلون إلى فندق الرشيد بعد كل هذه الرحلات الغريبة والعجيبة ورحلات المخاطر وهذه الطرق اللي حضرتك سميت وصولا إلى فندق الرشيد بعد ذلك يتولون يعني قوات الاحتلال أو أفراد منهم بنقلكم إلى مناطق أخرى كيف تجري هذه الأمور ومع هذا أيضا تشرح لشكل المحكمة طبيعة نعم حدثت لك قبل ما أحشي لك عن شكل المحكمة المحكمة موجودة بمبنى القيادة القومية السابق أنا أحشي لك عن كل تفاصيلها لكن قبل هذا الأمريكان كانوا متكفلين في البداية باستقبالنا عبر البوابات قرب فندق الرشيد ويدخالنا إلى داخل منطق القصر الجمهوري في قسم منه ثم يدخلون إلى المحكمة وهكذا بالعودة بعد من انتهي على البوابات الخارجية من مجارة الدفاع والسفارة الإيرانية هذا الموضوع يعني استمر فترة كنا نلتقي بالمعتقلين بكمبوغروبر كيف كنا نلتقي تغيرت الوسائل والطرق لكن بالبداية يعني كنا نتصل بهم أيضا أو المعتقلين نفسهم مثلا المرحوم سلطان هاشم يطلب منهم أن يتصلون بالمحايمة له ينطيهم رقم تليفوني وعنوان يتصلون بيا يعني لدي أنا وثائق بصمات صوتية بيني وبين الأمريكان المترجمين يطلبون منه أنه يريد يشوفك الفريق سلطان يريد يشوفك استاد طايسي رمضان يريد يشوفك فلان أو يتحدثون معايا أحيانا يتحدثون معايا يعني مثلا عبد حبيل محمود فريق سلطان عقل عبد الصغر الكويسي سبعاء إبراهيم الحسن ابن ياسر سبعاوي تصلون بيئة هذا كلها موفقة للتاريخ يعني الأمور مختلفة نعم فكانوا يطلبون مننا الهويات هوية نقابة المحامين الجنسية العراقية هوية الحرامة المدنية السيارة اللي رقل السيارة ونوعيتها وموديلها ولونها يستقبلون يم تمثال عباس بن فرناس نعم يعني باتجاه المطار هذه المنطقة ذهابا وإيابا من يم تمثال كانت محاطة بدعامات كونكريتية نعم فتأتي أربع إلى خمس همارات ينتظرونا فأحنا أحيانا نجي سيارة مثلا مع بديع عارف المرحوم الزميل المحام بديع عارف أو مع الزميل بدر البندر عنده سيارة نجي أحيانا نبتكسي فنترجل من السيارات بمنتصف الطريق اللي يعني قبل السيطرة السيطرة على مبعدة يعني مئة متر مكبرات مكبرات صوت ونادونا واحد واحد أحضر ندخل يعني نفتش نفسك كذا إلى أن نصلم أبرز الهوية ما لك يعني طرق بعدين قاموا للهمرات يقطعون الطريق من الجيشتين ويخلونا بالمنتصف أرفع يدك على الجدار وتفتيش دقيق أمام مرأة ومسمع أمام انظار الناس نعم ريدون يحون بأنه يعني عملية تفتيش ما ريدون يكشفون أنه إحنا محامين يعني عملية تمويه لكن تفتيش كان دقيق جدا يأخذونا بسيارات الهمرات يركبونا وباتجاه أقصى اليسار قبل يعني اجتازون السيطرة تنتظرنا ينتظرنا باس مضلل يأخذو مننا هواتفنا ويأخذو مننا أقلامنا ويأخذو مننا كل يعني شيء و يعني يعصبون عيوننا إما نظارات وإما قطعة جلدية أو بلاستيكية نعم وندخل السيارة خلال ثلاث ساعة نحسبها تخمينا نصل إلى كامبوغروبر في كامبوغروبر مضبات مختلفة موانع مختلفة ماذا كامبوغروبر اللي كان معتقلي بينا واحد من أكبر المعتقلات الأمريكية في العراق هذا القرب من المطار القرب من المطار وكان هو جزء من المطار داخل المطار لا مو جزء من المطار القاعات ما الحرس الجمهوري الخاص كانت موجودة بداخل منطقة الرضوانية نعم تم تحويرها وكان يعني عملوث من مقاطع قاعات يعني ألفة وبيتا يعني ألفة وان وبيتو هكذا الرئيس كان بسبعة أول من كل المحتقلين هناك كل المحتقلين الرئيس كان معاهم بالبداية أول سنة بعدين صار قصف والأمور خطيرة جدا فتم نقله إلى قصر النور بالبحيرة داخل البحيرة رتولوا تكتيب وبس البقية المحتقلين كلهم موجودين فنعطي هوياتنا وندخل الاستعلامات وجهاز طبعا الأجلية كلها يعني سونار تفتيش هناك أربع كرافانات A, B, C, D كل محامي يجلس في غرفة يعني غرفة مخصصة اللي هي كرافان نعم وفيها يعني ممدة وكرسي للمحامي وكرسي للمتهم ويجلس معنا أو تجلس معنا مجندة أو مجندة بالزاوية يعني أفهم من هذا أنتم زورون المتهمين في الزنزانات التي هم فيها يأتون بالمتهمين يأتون من الزنزانات لم يحصل أن زورتم المتهمين في زنازنهم مرة واحدة دخلنا عليهم طيب كم أعدادهم هل هي يعني سجون عادية أم غرف أم ماذا زنازين يعني مرتبة تحت الأرض لا لا عادية نعم يعني يعني يطلقون سراحا خلال فترات النهار اليوم ويعيدوهم بس ما كانوا يعني معاملتهم ليست كمعاملة العراقيين فيما بعد يعني في الحماية القصوى في الكاظمية أو في الناصرية سجن الحوت نتحدث عنها بشكل تفصيلي نعم عند الأمريكان في البداية كانت أوضاعهم صعبة يعني قسم منهم عذبوا يعني طهر الشرمضان عبد الحميد محمود عذبوا من قبل أمريكا عذبوا تعذيب مشع يعني واضح وموجودة في يعني كتبه مرتين كتب طهر الشرمضان وعبد الحميد محمود موثقيها هذه المسألة وتحدثوا أيضا بعض المعتقلين عنهم يعني شهدوا بهذا الشيء يعني في البداية في البداية كانت هناك يسموها قوات الرينجرز هؤلاء الأجانب اللي كانوا يجون يدخلون إلى أمريكا بصورة غير مشروعة عبر المكسيكو بلدان أخرى ويعني أفارقة أغلبهم الرينجرز قوات الرينجرز يأخذون الجنسية الأمريكية مقابل عملهم بالجيش الأمريكي في أفغانستان وفي العراق كانبوغروبار هو يعني الإدارة ماله من المجندين اللي يحصلون على زمالات من طلاب وطلبة يعني مكافأة لهم وجزاء لخدمتهم في الأماكن الساخنة لمدة سنة أو أكثر من سنة ويتبدلون يعني كل فترة يتبدلون من المكان إلى آخر يعني كانبوغروبار هو طبعا سميه باسم رقيب أمريكي قتل بالمطار بمعارك المطار سميه على اسم غروبار نعم القائد ماله بفضيحة تم إقالته وفصله ومحاكمته هذا كامبوغروبار يعني بيه ناس أيضا مدنيين يعني بالإضافة إلى القوات الماريس وتم التعرض له عدة مرات بالقصف واستشهدوا عدد من الأسرى والمعتقلين فيه نعم نعم طيب كم أعدادهم اللي كان يعني المعتقلين كم تعتقد أنه كان أعدادهم كلهم فقط هذ المسؤولين في النظام السابق أم هناك هناك من القاعدة نعم سموم التكفيريين نعم وهناك يعني القاعدة خمسة وخمسين من النظام الوطني موجودين قسم أطلق سراحا في البداية نعم وقسم الآخر بعد عشر سنوات يعني قسم أطلق سراحا من قوى القوات الأمريكية في البدايات يعني أول أشهر أول سنة أول سنتين زين وهذه يعني الحالة تختلف من شخص إلى آخر يعني الأمريكان استخدموا أيضا وسائل الترهيب والترغيب مع المعتقلين يعني من من خرج في وقت مبكر قسم منهم مثلا سعدون دكتور سعدون الحمادي الرجل مريض لمرضه عادل عبدالله مهدي أضو القيادة القطرية الدوري لمرض إصابة لمرض السرطان قسم تعاون مع الأمريكان أنا أحكي بصراحة يعني مسؤولين على مستوى كبير يعني درجة كبيرة من المسؤولية وضعوا أمامهم ملفات عليك أن تجيب عليها هذا هو يحدد إطلاق صراحك إذا أجبت عنه بشكل دقيق سيطلق صراحك وفعلا أطلق صراح تجيب عنه بالطريقة اللي يتريحهم واللي يتحقق هدفهم هم استطاعوا أنا أحكي لك أن يقفوا ويعملوا مسح شامل وتام على كل سياسة ونشاطات الدولة العراقية من عام 68 إلى احتلال العراق عام 2003 يأتون بالوزير ويأتون بنائب الرئيس ويأتون بنائب الرئيس الوزراء ويسألوه الف بي آي بالبداية من 2003 إلى 2004 لم يمكنوا الحكومة العراقية وقضاء التحقيق من الاتصال بالمعتقلين والإسراء كانت المخابرات الأمريكية والإف بي آي والموساد الإسرائيلي كانوا يدخلون بشكل يعني وراء الكواليس بمسميات واللجانة تفتيش هل شاهدتم من هؤلاء الإسرائيليين وخلال مراجعاتكم خلال التقاء نعم بلغوكم بعض المعتقلين بهذا الشيء أنا شاهدت خاصة أيام الفصح شفت إسرائيليين وعالقين شموع بالخيام وهذا كامبوغ روبر قد يكون هم يهود أمريكان نعم يحتفلون بهذا اليوم ربما لكن من خلال يعني مصادرنا واتصالاتنا وعلاقاتنا استطعنا أن نقف على أنه وجود إسرائيليين لا بل أنه هناك من كانوا يرافقون صهاينا يرافقكم أنا أستطيع عندهم أخذين صور معهم يعني يرافقون من منطقة الخضراء غرين زون إلى كامبوغ روبر نعم يعني ضباط من الماريز حقوقيين يتم استدبالهم كل شهرين إلى ثلاث أشهر يرافقون نطيل فترة يعني من أنا بالنسبة لي من 2006 إلى 2000 ونهاية 2008 نعم قالوا وإحنا وفرنا لكم دربنا الوزارة الداخلية ضباط وزارة الداخلية على أن يتولون الملف مثلاً عننا بقلت لهم أنتم يسلمون بأيدي مجرمين وقتل وريدون يعني يصفون كيف أنتم تفعلون هذا الفعل قال إحنا أدينا واجبنا وهمتنا انتهت وهذا الأمر الجديد اللي أنت لازم تكيفون نفسكم بي ونحن نشكركم على أدائكم وكذا وكذا موجود عندي أنا الرسالة الرئيس المحكمة الأمريكي أستاذ سليمان ربما الفاصل اللي استدعي نتوقف عنده وسنكمل هذا الحديث إن شاء الله أعزائي المشاهدين فاصل ونعود إليكم أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين وأنا ألتقيكم في الجزء الثاني من حلقتنا لهذا اليوم في برنامج يشاهدوا الشواهد وظيفي وظيفكم والأستاذ سليمان السليمان الجبوري المحامي المعروف أستاذ سليمان في الحلقة السابقة كنت قد حدثتني وأنا يعني أريد أن نصل إلى هذه النقطة يعني بعد كل هذا المشوار ووصولك إلى المحكمة كنت قد حدثتني أنك كنت تترافع عن طيهاسي الرمضان وإذا بيبلوك بأن قضية الأنفال قد فتحت ملف الأنفال وطلب منك أن تترافع عن الفريق أول الركون سلطان هاشم أحمد وزير الدفاع قبل عام 2003 لكن أستميحك عذرا قبل ذلك أريد أن أقول للمواطنين للمشاهدين الكرام أن الفريق سلطان هاشم أحمد الذي توفي يوم 19.07.2020 كان قد سلم نفسه إلى قوات الاحتلال في أيلول عام 2003 هو من موالد 1945 متزوج من ابنة عمه في عام 1970 الذي هي عشرة أبناء ابنتان وثمانية ذكور يعني توفي وعمره نحو 75 عاما قضى محكومة متنقل بينه أكثر من سجن ووصولا إلى سجن الحوت الذي توفي فيه بنوبة قلبية مثل ما قالت الأخبار لم يسعف في الطريق كان قد توفي في طريق في طريق الذهاب إلى المستشفى مثل ما قلنا ولد عام 1945 في الموصل أكمل دراسة الابتدائي والثانوي في مدينة الموصل وتخرج من الكلية العسكرية وعام ستة وستين واربعة وستين دخل كلية الأركان وتخرج منها عام ستة وسبعين دخل دورات عسكرية في الاتحاد السوفيتي السابق وفي بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية شغلة مناصب عديدة من بينها مدرس في كلية العسكرية آمر لواء قائد فرقة لأكثر من مرة رئيس أركان فيلق قائد لفيلق لمرتين معاون رئيس أركان الجيش العمليات عام 1994 رئيس أركان الجيش العراقي عام 1995 وصولا إلى عام 1996 الذي عين فيه وزير الدفاع لغاية 2008 الحقيقة كان هو من ضمن الأشياء اللي يعرفها أهل العراق أنه قد رئيسه وفد العراق في المفاوضات فيما سمي بخيمة صفوان مع قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بعد حرب 1991 أعود لكم أستاذ سليمان الجبوري كيف جرت توكيلكم عن المرحوم الفريق الأول بكون سلطان هاشم أحمد وزير الدفاع قبل عام 2003 ما الذي جعلكم توافقون على هذه القضية كيف التقيتم به هذه شهادة للتاريخ نقدر معنا هذا الشخصية الوطنية الربما غير جدلية نهائيا هذه شخصية وطنية عسكرية يجمع عليها العراقيين يجمع عليها كل العراقيين وفي وفاة كل أهل العراق تألموا كثيرا للظلم الذي وقع عليه صباط عسنة في هذه السجون يعاني الأمرين بعيد عن أهله وبعيد حتى عن وطنه بهذه التحملة الكثير من العذاب يعني ربما أنت أقرب من التقى به من دافع عنه من تعامل معه من كلف بنقل وصيته اللي حضرتك أشهر لها في أحاديث لك سابقة في كثير من وسائل الإعلام إنها سبعين صفحة كل هذه الأمور ربما ندخل بها من الآن نعم طبعا أود أن وضح حضرتك اتطرقت إلى شيرته للشخصية هو لم يعني يدخل الكلية عشكرية عام ستة وستة وستة أربعة وستين عام ستين ستين دخل الكلية عشكرية وعام أربعة وستين تخرج منها نعم قليتلر كان من العراق العراقية وليس لم يذهب إلى أمريكا ولا أي دول أجنبية لا في الهند ولا في باكستان دورات كان ماكو أي شر ولم يدخل أي دورات نعم أنا أؤكد لك هذا الشيء وهو عنده خط خدمة كما كل القادة العشكريين موجود خط الخدمة وأيضا في إفاداتهم بأربع قضايا إفاداتهم بالأنفال وملف الحلبشة وملف غالبية الضباط العراقيين درسوا في التحاد السوفيتي الفترة ذهبوا لدورات تحاد السوفيتي السابق في بريطانيا يعني ذهبوا دورات وهذه ليس ما مشكلة لا هناك يعني هذا الموضوع حساس جدا اللي قلت لي بالولايات المتحدة الأمريكية لأن أثير اللغط وأنه عنده علاقة ومتعاون والأمريكان وكذا وهذه كلها كذبة وإشاء عملية تسقيط وتشويه لصورة الرجل نعم بعد ما أبلغني أستاذ طهرشي رمضان بتوكل عن الفريق سلطان هاشم طلبت مقابلة من الجانب الأمريكي مقابلة له وأثناء وجودي في كامبغروبر اللي قام مع طهرشي رمضان هذا كان في أي سنة 2006 نعم في أي جهر كان يعني بالضبط يعني شهر الثامن هكذا نعم فالأكثر أكثر شهر الصيف يعني فالتقيت بي وتحدثنا ورحب بي الرجل وفرح بي وحشيت له وبتلوه أنا ابن فلان وخالي فلان وأعمامي وكذا وأهلي وبيننا وبينهم يعني حيين بيننا وبينهم احنا من مناطق شعبية هو من رأس الجادة وأنا من الشيخ فتحي نعم يعني مرقد الشيخ فتحي فأنا بجانب الشيخ فتحي محلة اسمها الأحمدية نعم قريبة من يعني نهر دجلة تغفو على على نهر دجلة قريبة من نهر دجلة فقال راح أخبر أخوتي ويجوني تسلم بك ففعلا بعد ما عدت إلى الموصل التقوا بي إخوانه الثلاثة المرهوم عبد الله والأخ سعد الله والأخ فواجس لديه ثلاث أشقاء نعم واتفقنا على هذا الموضوع أنه أتوكل عنه ودفاع عنه واستمرت معاه إلى أن صار موضوع قضية الأنفال وأخذت ملف القضية في سيدي كانوا ياتونية ورجعت إلى الموصل عملت حولت إلى ورق بالتعاون مع أشقاءه وعدت به إلى بغداد قبل هذا وقبل أن تبدأ أنت أرتقيت حضر بالفريق الأول ركن سلطان هاشم رحمه الله أكيد كان في ذهنك سؤال وكل العراقين كانوا يسألون وربما سألت الفريق سلطان وأجابك أكيد نعم يعني ربما عن سبب الذي سلم نفسه إلى الأمريكان وهو ضابط عسكري وهو رجل مسؤول وزير للدفاع وقاد عسكري ومعروف ويعرف يعني تفكير هذا الأمريكان ويعرف تفكير الاحتلال كيف يمكن أن يثق بالاحتلال وسلم نفسه ربما البعض من العراقين اعتبروا مثلبة في حقه لا يجوز لوزير الدفاع أن يسلم نفسه بهذه الطريقة هل سألت عن هذا الموضوع وإعجابك عن هذا الموضوع ما هو التفسير هذا الموضوع نعم هذا الموضوع بالنسبة لي ولعائلته وللناس المقربين جدا واضح لكن الآن أنا أريد أن أكشف بشكل دقيق واضح يعني السر للرأي العام نعم ليس هو الوحيد أنا لن أبرر له لكن أنقل ما رواه لي ورواه لي يعني أنت سألت عن هذا نعم نعم وكذلك ابنه رواه لي المرحوم أحمد نعم اللي سلموا أنفسهم قادة عسكريين يعني المرحومة يهدف تيح الراوي واستفسرت منه ومن ابنه ومن عمه الأسباب القادة العسكريين لديهم عزة وإباء وكرم نفس وكبرياء يعني ما يستطيعون أن يعيشون حياة الذل والتخفي والهروب من مكان إلى آخر وعلى وجوه الناس هذا قضية قضية ثانية اللي بالضبط يعني نصا نقلت لي من هو من ابنه رحمه الله قال لي عمي والله ننقله من مكان إلى مكان خلال نص ساعة تجي إخبارية ما نلحق ننقله إلى مكان آخر وتجي إخبارية إلى حقونا قال الشيء الأهم وبمكانة تسأل والدي فرجعت أيضا سألت والده قال لي نساءنا وشرفنا اتعرض للتهديد بالاعتقال عائلته عائلته وابناته وابناء أشقاء لأن العراقيين علموهم على هذه الطريقة الأمريكان البعض البعض منه نحن نقول للعراقيين بشكل عام لكنه هناك من العراقيين من دل الأمريكان على هذه الطريقة القذرة لأنها تنسجم مع الأخلاق والتقاليد العربية ومع الدين ومع الشرف العراقي والعربي وإسلامي أنت تعرف وانا أعرف مثل ما هناك مثل ما يسمونهم خوانة هناك مقاومين هناك وطنية هناك نعم فالبعض هذا القليل هو بالتأكيد أنا أخصدهم يعني أنا أحاج إلى جانب الوطني وجانب مناغلة الاحتلال أعيش وأموت على هذا الشيء كنت ولاجلت وسأبقى على هذا الأمر يعني أنا أمري محسوم نعم نعم فالتقيت بي وحكيت معه الرجل أكد لهذا الموضوع الشرف تحدث عن موضوع الشرف العائلة خوفا على أهل من تعرف ليس هذا فحسب إنما ثبتوا وثقه في وصيته إذا أحببت نصا أقرأ الأطراء أو لا إذا أحببت يعني للرأي لهم حتى لأنها أمانة نعم وصية أمانة هذه أكيد أكيد قال لا أتوقع إلا السوء وكنتم هي نفسي لهذا الأمر يعني ما كنت أتوقع إلا السوء من الأمريكان من المحتلين زين كونوا أقوياء ولا تضعفوا والرجال تختبر في المحن وأنتم رجال بحق وحقيقة لا تلوموا أنفسكم أو أحد حول تسليم نفسي وحصل ما حصل وافقت على تسليم نفسي ليس بسبب الوعود التي قطعوها الحمد لله على سلامة الشرف الحر تكفي الإشارة هذا معنى واضح وصريح العراقيين أهم شيء عندهم قيم الشرف وسلامة الأهل والأولاد والعائلة والنساء هذا ما يتعلق بتسليم نفس الرجل لكن من الذي سعى لتسليمه هذه القصة كيف أصلت ومن الذي شر روا لك هناك شخصية غريبة متناقضة مثيرة بالجدد شخص اسمه داود محمود الباغستاني هو روا لك الفريق أو الركن سلطان روا لك نعم وأيضا من خلال بحث واستقرائي يعني كونت معلومات واسعة عن هذا الرجل من هذا الرجل هذا الرجل اسمه داود محمود الباغستاني نعم كردي تركي نعم الآن هو حاليا معتقل لدى السلطات التركية لأنه دخل بجواز باسم مستعار وجواز سفر وتهمته قيادي في حزب العمال الكردستاني البيكيكي نعم هذا الرهابي نعم هذا الشخص عنده علاقات يعني ضروري أنه نطيق خلفيات عنه لديها علاقات مع الموساد الإسرائيلي ومع الإسرائيليين من الستينيات نعم هو ليس عراقي ليس عراقي من الذي جاء به على أنا سأشرح لك يعني بشكل سريع أيضا فلديها عدة زيارات إلى إسرائيل ولقاءات مع المسؤولين الإسرائيليين نعم وأسس بعد الاحتلال جريدة إسرائيل كرد في سليمانية ومقرها في أربيل فرع في سليمانية ومقرها في أربيل ولديه مكتب في إسرائيل لهذه الصحيفة دخل كرأي واجهة من المنظمات المجتمع المدني التي تتخفى وراءها جندات مشبوهة نعم الرابطة العراقية لحقوق الإنسان هو الرئيسة يرأسها فدخل للموصل بدعم من بدعم من حكومة أقليم كردستان وكان الرقم واحد بيعني سلم المسؤولية مع الأمريكان في الموصل عين رئيسا لهيئة النزاهة أثناء وجود غانم البصة الأول محافظ لينو يعني وأيضا وراءه دريد كشمولة نعم فكان يتنقل ويمارس نشاطات كبيرة وجنبا إلى جنب مع القائد الأمريكي باترسون بيترايوس ليس باترسون ليس هو مسؤول عن الموصل نعم لكن قائد القوات الأمريكية هو باترسون اللي حرر الرسالة إلى سلطان هاشم بيترايوس بيترايوس ديبيت جنرال ديبيت اللي ما بعد صار قائد القوات الأمريكية في العراق وبعدين فيما بعد دين استخدارات العسكرية نعم نعم فتحرك داغود باغستاني مع مجموعة من العشائر في المدينة وحسب تصريحات أيضا وما قاله للمرحوم سلطان هاشم تدخل هوشير زيباري وجال طالباني والسيد مسعود برزاني بهذا الموضوع يعني عملية التسليم أنه ستمر الأمور عملية التسليم يعني هذا الشخص ذهب إلى الفريق أول سلطان هاشم ودعا إلى أن يسلم نفسه كيف نعم نعم سمرت تقريبا يعني المباحثات بحدود شهرين تقريبا شهرين أن يسلم نفسك أن يسلم نفسك وكل شيء ما عليك ولن يتم محاكمتك وسيتم رفع اسمك من قائمة الـ 55 هناك ضمانات هناك ضمانات والرسالة موجود الرسالة إن شاء الله أمكنكم رسالة بتريوس رسالة بتريوس صفحتين ما ذا أرقل فيها أنه أنا أتفهم موقفك وكقائد عسكري تخدم بلدك والعراق الآن بوضع آخر وعليك أن يسلم نفسك وستعامل معاملة لايقة يعني هذه الأمور وسوف يتم يعني معالجتك إعلاجك يعني تأمين وضعك الصحي كان يشكو من شيء كان يشكو من وضع صحي هو عنده سكر وضغط الرجل يعني تعرف بهذا العمر والتاريخ المشيرة الحافلة بالمآثر والمعارك حروب ثلاث حروب وعلى مشيرة أربعين سنة يعني الإنسان كل ما يتقدم بالسن يعني لم يكن يعني الفريق هكذا روالك الفريق سلطان أنه لم يكن يزق بهم لكن هو وافق على هذا العرض نعم من أجل شرف النساء نعم وله ما يثق بهذا العرض ومه لأجل هذا العرض لا أنا متوقع عن نتائج وأعرف ما سيحدث وهو أيضا قال يعني يخلي أهلي ليلومون نفسهم وليلومون أي واحد اللي يسلم لي فمن داخل سجنه داغود باغستاني أرسل رسالة مسجلة صورة وصوت يعتذر لعائلة سلطان هاشم على ما حصل و يدين القوات الأمريكية لغدرهم ونقولهم عندما صدر عليه حكم الإعدام نحن لم نتوقف عن يعني إيقاف هذا القرار إعدامه فكتبنا لعائد سلطان هاشم الرجل طبعا والقادر العسكريين اللي لاحظت وانا من خلال تعاملي معاهم صادقين جدا سلطان هاشم الرجل صادق في كل ما قاله مع المحققين الأمريكان والعراقيين متطابق لم يزل ولم يخطأ رجل واثق من نفسه أنه هو جندي هذا الجندي ما له علاقة بالجانب السياسي ربما أهل العراق يذكرون أنه قبل الاحتلال بأيام قال الجيش الاحتلال الأمريكي سيصل إلى بغداد بعد عشرة أيام وثارث ثائرات الدنيا كيف يتحدث وزير الدفاع حتى القيادة عتبته على هذا نعم كيف يتحدث وزير الدفاع بهذه الطريقة ويقول وحسابات يعني رياضية عسكرية حسابات عسكرية صحيحة وتحقق ما قاله نعم الرجل يعني تأكيدا اللي حضرتك إذا أردنا أن نختزل هذا يعني يمكن يضيع الروايات يعني لا 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 لكن انتهينا من هذا الموضوع تسليم نفسه وصلتنا الضوء على من سعى ولم يلتزم ب يعني تنفيذ الوعود يعني من القيادات الكردية ومن هو سلم نفسه في الموصل ونقل إلى بغداد مباشرة نعم بشرة إلى غروبر ولا كيف لا نقل إلى كمبغروبر وتحقيق مع الأمريكان وذهب معهم إلى عدة أماكن عسكرية هذه حقيقة ليس هو الوحيد يعني ذهب معهم إلى عدة أماكن عسكرية يعني هذه المنطقة اش كانت اذا ش كانت اذا ش كانت اذا ش ش به اذا ش به الأمريكان استكملوا كل معلوماتهم من خلال المعتقلين غطوها الدولة العراقية تم تغطيتها بالكامل من خلال المعتقلين الخمسة وخمسين الأمور أصبحت واضحة ومكشوفة يعني لا يس هناك مجال لأي واحد منهم أن ينكر ما يسأل عنه طيب هل الأمريكان وجهوا له تهمة عندما ألقوا القبض عليه يعني عندما أسلم نفسه هل كانت هناك تهمة منهم يعني لحد ليس هو فحسب كل اللي تم اعتقالهم بس نتحدث عن الرجل لدي وثيقتين تأيد أنه هو مشمول تحت حمائية اتفاقية جنيف بنول الاتفاقية جنيف يسير حرب ومحتجز للقوات الأمريكية موجود لدي نعم بغض النظر عن هذه المسألة لكن حضرتك أكيد سألته هل وجهوا لك تهمة هل طلبوا من عندك يعني شيء معين ولا لم يحصل هذا فقط عن الجانب العسكري عن أنا أحسين تهم ولا معلومات لا ليس تهم معلومات أنا قلت من 2003 إلى 2004 شهر السابع واحد السبعة لم يعرضوا على المحاكم العراقية لم يعرضوا لكن هذه القضايا معدة مسبقة من خلال الوثائق الأمريكان عدوها ملفات كاملة جاهزة من خلال الوثائق وثائق الأمن المخابرات الاستخبارات الحزب البعث العربي الاشتراكي إدارة الدولة العراقية كل هذه الوثائق عام 1991 تم وضع ليلة عليها يعني الإيرانيين أخذوا قسم منها الأكراد أخذوا قسم منها زيان لكن الأكراد بعد سنتين جاءوا مندوبين من المخابرات الأمريكية ومن الخارجية وأخذوا أطنان من الوثائق وملائين الوثائق ملفات الدولة العراقية من أثنين إلى 2003 زيان عندما صارت يعني صفحة الخيانة والغدر تهاوت المدن فهذه المدن الشمالية كل هالوثائق ما لا سيطروا عليها وأخذوها زيان وبدل جنوب أيضا نفس الحالة نقلت إلى إيران فهيئة مسبقا أنا قلت قبل 2002 هي كل شيء مهيئة منظمة هيوم الرئيس ووتش جمعة وثائق يعني دراسة معاهد مختصة لدراسة الوثائق العراقية والأرشيف العراقي وكل قضية ولها وثائقة يعني شيء مفاجئ إذن قبل أن ننهي هذه الحلقة أريد فقط أستفسر بشكل سريع أنت تقول من هذا أفهم من هذا أن الأمريكان هم من أعدوا ملف إدانة أو اتهام للفريق أول الركون سلطان هاشي محمد وزير الدفاع وما أعدوا وسلموا للسلطات فيما بعد التي حكمت العراق بكل تأكيد لأنه بدون وثائق يعني لا يمكن المحاكمة عليه أساسي إذن هم أرادوا أن يتعرض للحكم نعم لصالح من هذا لصالح الصهيونية وليصالح أداء العراق والأمة والعراق كان عنده مشروع حضاري وتدمر جيش العراقي اللي حارب 48 و 67 و 73 تاريخ المشرف البعض أو الكثير يتحدثون أنه كل هؤلاء القادة العسكرين الذين يشاركوا في الحرب العراقية الإيرانية كان مطلوب القصاص منهم هل تصير؟ هل كانوا يشعرون بهذا؟ هل تحدث الفريق سلطان مرضى عن هذا الموضوع؟ طبعا بشكل مستفيض على كل قضية الأنفال وحلبشا والأهوار هل تعتقد يعني أن الأمريكان كانوا بانتفاق أو تخادم مع الإيرانيين بهذا الموضوع؟ نعم ولا زالوا المشروع الأمريكي أدواته أعوان إيران أدوات إيرانية وأمريكا سلمت ملف العراق للإيرانيين على طبق من ذهب نعم وتعاون دخول العراق واحتلال العراق من خلال الإيرانيين أكيد أستاذ سليمان الجبوري المحامي المعروف أنا أشكرك الحلقة هذه وقت قد انتهى التقيك في حلقة أخرى وصلنا إلى مفصل مهم سندخل في الحديث عن العلاقة مع الفريق أول ركون سلطان هاشم أحمد رحمه الله كيف جرت العلاقة كيف جرت دفاع عنه ما هي التهمة التي وجهت إليه وكيف كان دورك وما الذي حصل معه طوال هذه السنوات اللي وثقت حضرتك جزء كبير منها واللي تحتفظ في ذاكرتك وفي أوراقك جزء كبير منها لازم الشعب لأي من حق الشعب العراق أن يطلع عليه لأن هذا واحد من رموز العراق العسكرية الوطنية أشكرك شكرا جزيلا أشكر موصولا لكم أعزائي المشاهدين ألتقيكم في علاقة أخرى إلى ذلك الحين استوجعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة